لم يتأخر رئيس المجلس النيابي نبي بري في الرد على متهمه بتعطيل تأليف الحكومة بالقول العقدة ليست عندي بل في مكان آخر بري وفي خلال اللقاء الأربعاء النيابي قال منذ بداية عملية التأليف أبدينا حرصنا على كل ما يؤدي إلى ولادة الحكومة وانتقلنا من تشكيلة الثلاثين إلى تشكيلة الأربعة والعشرين كما قبلنا بتخلي عن حقيبة وتحويلها إلى وزارة دولة من أجل تسهيل العملية ونحن ننتظر نواب التنمية والتحرير ردوا على التهديد بإمكانية توقيع مراسم تأليف الحكومة بالصيغة المتداولة من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المكلف محملين تفاهم القوات والتيار مسؤولية التعطيلة وأقلها صراحة ناب علي خريص أن هناك محاولة لفرض انتخابات على قانون الستين من خلال الإطالة في عمر التأليف الجو اللي عم ينشغل عليه في حد في أطراف عم يشتغلوا للإبقاء على قانون الستين وعلى أساس أن الانتخابات ستجري على أساس قانون الستين وفي آخر مستجدات الطبخة الحكومية ذكر أن بري قال لتكن التربية من حصة فريقنا وأنا أضمن قبول نائب فرنجي بها فيما لا يزال هذا الطرح يلقى فيتو من التيار الوطني الحر حزب الله على لسان النائب علي عمار غمز من قناة القوات اللبنانية بمحاولة الإقاء بين الرئيس ميشيل عون والتيار وحزب الله أتصور إذا ما وضح حد لهؤلاء المدمنين على الفتن يمكن أن تسهل الأمور في كل الاتجاهات الآن صحيح ما يقال أنه أنتو حزب الله عاتب على الرئيس ميشيل عون لأكثر من سبب أول شي نفخ القوات اللبنانية واثنين بقصة إقليميا إذا أوسع محاولة الإحاء ولو بالشكل أنه لبنان أقرب سياسته للسعودية من إيران نحن نثق كثير الثقة وعظيم الثقة بالجنرال عون وبالتيار الوطني الحر ونسأل الله أن يحصن الجنرال عون وتياره الوطني من بعض الدخلاء الجدد الذين يحاولون الاستياد بالماء العكر في ظل هذه المراوحة في التأليف يتقدم طرح حكومة التقنقرات أو العودة إلى حكومة من 14 وزيرا يقدم عليها عون مع الحريري فهل تطيح هذه الصيغة المستوزرين وتكبح جماح القوى النيابية المستشرسة على الحقائب؟